موسيقى شلومو لكل خون أهمية لغتنا السريانية لوجودنا ولوهويتنا كانوا يشوفوها أباقنا والبطاركة للكنيسة السريانية المارونية أهميتها كانت كتير كبيرة لألون لدرجة أنه الباتريارك شمعون عواد بـ 1744 وقت اللي شايف أنه هاللغة ممكن تتراجع بيعمل مجمع وبيرجع بعيد هالمجمع بـ 1755 وبيرجع وراء الباتريارك الماروني طبية الخازن كمان بـ 1756 بيعمل كمان مجمع ثلاث مجامع بكرروا الأرارات التالية الأساسية للغة السريانية بيقولوا أنه ترجمت نصوصنا السريانية ممنوعة ويلي بترجم بيرموا عليه الحرم الكنسة بيقولوا أنه استعمال القرشونة أو العربة هو مع شروط واضحة حسب هالسينودوس اللي صاروا بـ 1745 و56 شو بيقول السينودوس أنه أولاً بدو يكون النص ينتبع بإذن من الكنسة السريانية المارونية ثانياً العربة بدو يكون مكتوب بالخط السرياني يعني جرشونة وثالثاً النص الجرشونة بحق له ينتبع شرط يكون فيه مقابيله بجانبه النص الأصلي بالسريانة إذن منشوف مثلاً صفحة من هالوقت منشوف كيف كانوا يحطوا على ميلة النص السرياني وعميلة القرشونة إذا بقرأ أنا على اليمين رح شوف كادميت دين إيروديس ملكه وقت اللي بقرأ هلأ أنا عشميل لما مات إيروديس الملك تحزي ملاخه دمريو بحلمه اليوسيف وبقرأ عشميل هلأ تراء ملاخ الرب بالحلم ليوسف بمسرين ويمارلي برجع بقرأ عشميل في مصر وقالة له كوم دابار الطاليو وليمي وبرجع بقرأ عشميل كوم خوض الصبي وإمه فإزا عم نشوف هون كيف النص على ميلة بالسريانة وعلى ميلة بالجرشونة هيدا كانت القرارات الأساسية الي تاخديت بوقتا بيرجع كمان في عنا سينودوس جديد بألفان وخمسة وبينطبع بألفان وثمانة بقول كمان إنه منشوف هون واضح نقطة عشرة نقطة عشرة بتقول إنه المؤسسات التربوية المسيحية مسؤولة على إنه تحط خطة عمل لإنقاذ اللغة السريانية وعلى اليمين نقطة عشرة كمان بيقولوا بالسينودوس سبعة ألفان وخمسة بيقولوا إنه الجامعات المارونية مسؤولة إنه تعلم مش بس التراث السريانة والسقف السريانية بس بيشددوا اللغة السريانية هيدولي مكتوبين بوضوح والباترياركي اللي كتير شدد على أهمية اللغة السريانية والهوية السريانية كان الباتريارك أنتونيوس بيتروس عريضة في عنا مكتوب هون من سنة الف وتسعمية وستة واربعين الف وتسعمية وستة واربعين بيكتبوا الأب روفاية البار أرمالي ومنقرأ فيه جملة كتير حلوة بتعبر نشوفها هون بالمكتوب بهيد الرسالة قديش بتعبر عن أهمية هاللغة السريانية بكل هين بهو بوتة تكولي وحدونه بليفنون بس بكل البيوت طبع كل دولة لبنان لبنان حسنو مريدو دا كريستيوني لبنان هالحسن المتمرد طبعا المسيحيين ومنجي هلأ لجبران خليل جبران يلي ولا مرة علمونا بالمدارس إنه لغته الأولى مثل كتير ناس بأيامه بالمدرسة كانت السريانة قبل العربي وجبران كتير كان يحب هاللغة وتمسك فيها وبهالروحانية يلي كان يشم بمنطقة قديشة وقال بالإنجليزة The Bible is Syrian literature in English words يعني الكتاب المقدس هو أدب سرياني لو بكلمات إنجليزة بيضلوا أدب سرياني قدمها اللغة مقدسة لجبران وللموارنة وللنا كلنا ونشوف هلأ كتاب من سنة 1913 التاريخ مكتوب عليه تحت 1913 هيدا كتاب للولاد ليتعلموا اللغة السريانية منشوف كيف لضغري قبل الحرب العالمية الأولى كانوا بعضهم كتبنا بمدرسنا كلنا بتعلم السريانة وحتى لو ما كان فيه سقف نقعد تحته نعمل مدرسة كنا نقعد مثل ما منشوف تحت السنديانة لحتى لنتعلم لغتنا المقدسة اللي هي بتخلينك وعننا شلوش نتجزر بهيد الأرض وعننا كمان لحديث اليوم أوقات كتب منشوفها الكتاب هيدا مثلا موجود بدير عناية كتاب كله غياج للولاد للتلوين والولاد لما يلونوا لحديث هالأفيون يتعودوا على اللغة السريانية يلي منشوفها هون ويلي أكتر شي تعلق باللغة السريانية هو كان استيس كان مالفونو يعني معلم سرياني هو وإديسنا نمطلل الحرديني يلي حبها اللغة وعلمها وتمسك فيها وكان دايما يقول ما تستعملوا السرياني بس لصلا السرياني لكل الوقت بدكن تستعملوا هيدا لغتكن وكان يقول بس انتو ربنا عطاكن وزنات أكتر ودعاكن لرسالة كهنودية عظيمة لازم تتاجر بالوزنات اللي معكم وتربحوا العلم كله عم ينفتح حلال ولازم نتعلم سرياني كمان أكيد يا ابني طالما إدي لغتنا التقسية ولغت يسوع هكوه سرياني مع بعض لحتى تتعودوا أكتر عن لغة بغير وقت الصلاة كمان وقت اللي كان وقروا قد ما بتاتر أوكن بيكفوا هل ورقات التوت إذا ما كفوا بيرجع بونا الريس بيبعتنا دود الأزمة بينترك نشف ريئي أنا رح أطلب ماء لحيا خسابة حط راسك بالأرض وكمل طريقك لازم نشرب ماء لحتى نقدر نكمل طريق ألوه عميخ هبلي مايويستي لا تواغزيني يا أختي الأخ عم بيطلب شربة ماء أي تكرم معينكم الفيلسوف المسيحي العظيم شال مالك اللي هو اشتغل على لشاعد دوا دولام هو الإنسان مع إليانور روسفلد عمل رسالة للموارنة بتوجه فيها للموارنة وبقللن بقللن انتوا يا موارنة وردتوا هاللغة السريانية وردتوا هاللغة السريانية يلي هي بتحمل معها كل حضارة الماضي كل حضارة الشارع بقول مين مسؤول أكتر منكن يا موارنة على أنه يحافظ على هاللغة ويعلمها ويدرسها وبقللن انتبهوا انتبهوا قوعة اتعلموا السرياني بالجامعات والمتاحف مثل ما بيعملوا بالغرب للعلم وللدكتوراه هيدا السرياني بدي يكون بالمدارس بدي يكون بالبيوت بدي يكون بكل محل لأنه انتوا مسؤولين عنه وهون يلي عم بيحكي هو منه مارونة هو روم فبيجي بيقول شو يلي خلى هاللغة السريانية تقطع الوقت شو يلي خلى الموارني يقطعوا كل هالتاريخ حملين معهم هالهوية لأنه هو بيشوف انه عنده بكنيسة الروم ما بقي شي من أثر هالتاريخ أو شي واضح بيقول بيقول اللغة هي يلي بتحمل جزورنا والذكريات تبعيتنا وتمسكنا بالأرض وحقيقتنا بيقول إذا الموارني وصلوا لليوم ما فينا نقول إنه هيدا كوينسدنس عبسا بالغلط لأنه المؤمن ما بيفكر إنه شي ممكن سيب بالغلط المؤمن بيعرف إنه في شي هو العناية الإلهية وبيقول شال مالك إنه إذا العناية الإلهية أرادت إنه تقطعوا كل هالقرون وتوصلوا لليوم حنين هاللغة يعني محملتكن مسئولية مسئولية معينة بهالمنطقة بالزيت وبهالوقت بالزيت لازم تقدوها بهويتكن وشخصيتكن السريانية ومننهي على هالصورة لغني دو جوهمون يلي هو كاتب فرنساوي بيقول إنه وقت اللي شعب بيصير يخاف يدافع عن لغته بيكون استوى بيكون صار جاهز للعبودية بيأمل إنه نفكر بهال إدبة العزمين مثل شان مالك مثل جوهمون ونفكر بأهمية لغتنا لحتى يكون في عنا مشروع وسبب للوجود وتمسك وترجزر بهالأرض ويكون تمسكنا سريانة يعني مسيحة يعني فيه روحانية تاودي ساقي وشلوم وشينو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر